حول تلك الزيارة ينضم إلينا في الستوديو الكاتب الاقتصادي الأستاذ أحمد الجبير بداية أهلا وسهلا بك نورتنا في الستوديو الله حييك أهلا وسهلا بك من خلال زيارة الملك للقصيم ستشهد العديد من المشاريع في تلك المنطقة والافتتاحات برأيك كيف سيكون مستقبل القصيم بسم الله الرحمن الرحيم زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله واستقباله من سمو العهد الأمين وأمير المنطقة ومحافظ منطقة القصيم وجميع المواطنين تعكس الثقة والطمانينة لاقتصادنا السعودي هذا الاقتصاد الذي ينمو ويسير ضمن الإصلاحات التي رسمت له خلال الرؤية السعودية عشرين ثلاثين والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتداء أنا أشوف أن هذه المشاريع جدا ممتازة وتثلج الصدر وتعطي المواطن طمانينة أننا في بلد الخير وبلد العطاء والحمد الله يعني مهما هو جمنا أو تعرف نحن مستهدفين من بعض الدول الخارجة عن المسار أننا الحمد لله نسير في اتجاه قوي واقتصادنا قوي وميزانياتنا المالية ممتازة وهذه المشاريع سوف تخدم منطقة القصيم مثل المناطق الأخرى مختلفة في المناطق في المملكة العربية السعودية وتركز على تأسيس المواطن لأن من أولويات الملك سلمان حفظه الله هو التركيز والتأسيس المواطن السعودي لأنه هو ثروة الوطن والذي يجعل المملكة عموما تسعى لتنمية المواطن السعودي أستاذ أحمد في ظل تلك المشاريع برأيك كيف ترى حجم الفائدة التي ستفتح الأفاق أمام الشابات وشبان هناك في القصيم أنت تعلم أن المشاريع أكثر من ستمائة مشروع كلها في منطقة القصيم فهذا يعني بمبلغ إجمالي يزيد عن 16 مليار هذا سوف يجلب الكثير من المواطنين والمواطنات وأنا أعتقد أنها تنمية عظيمة وضخمة والحمد لله لدينا ثروات نستطيع أن نستخدمها في تنمية الوطن وتأسيس البنية التحتية للوطن والقصيم بلد منطقة غالية على قلوبنا مثل سائر مناطق المملكة فأنا أعتقد هذه زيارة موفقة وصائبة من الملك سلمان حفظه الله نعم برأيك همية تلك الزيارة ومخرجات تلك المشاريع التي ستفتح لربما أبواب وأفاق واسعة أمام الاستثمارات الدولية من شركات لربما كبرى عالمية في ظل أننا نطلع لتحقيق رؤية عشرين ثلاثين أنت عارف أن من المبادرات رؤية عشرين ثلاثين أنه جذب الاستثمارات العالمية والاستثمارات العالمية دائما تستشعر الثقة والطمانية وقوة الاقتصاد في أي بلد تذهب إليه ولله الحمد بلدنا من أقوى اقتصاديات العالم ومن مجموعة العشرين وكل يعلم ذلك وأكبر دليل على ذلك استثمار المستقبل الذي تم الأسابيع الماضية وجلب أكثر من خمسين مليار استثمارات أجنبية فأنا أعتقد أن هذه المشاريع سوف تزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية في منطقة القصيم ومختلف مناطق المملكة أيضا نقاط ومحاور عديدة أستاذ أحمد من ناحية تلك الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين برأيك كيف ستكون مخرجات تلك الزيارة في المستقبل القريب؟ طبعا قد سعدنا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمنطقة القصيم وهذا توجه من المملكة لجميع مناطق المملكة وأنا أعتقد هذه الزيارة سوف تخلق اقتصاد قوي وطمانينة للمواطن وسوف تخلق وظائف للمواطنين والمواطنات وهذه المشاريع كثيرة وعديدة مثل ما ذكرت لك أنها أكثر من 600 مشروع يعني تتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والمياه والنقل وطبعا القطارات والمطار والجامعات وعديدا من المشاريع ولا تنسى أن المنطقة القصيم قد حظيت بمشاريع سابقة فيها مطار دولي وفيها قطار أيضا دولي وفيها طرق سريعة من جميع مناطق المملكة تتجه من الرياض إلى القصيم ومن المكة إلى القصيم ومن المدينة إلى القصيم وهذا دليل على أن اهتمام المملكة واهتمام الملك سلمان حفظه الله يعطي المواطن طمانينة أن بلده بخير وتتمتع باقتصاد قوي نعم رأينا أيضا من خادم الحرم الشريفين تكريم لأسماء فعالة في منطقة القصيم حققوا إنجازات في عديد من المجالات كيف تعلق؟ والله دائما الدولة هو على راسها قائدنا العظيم الملك سلمان يكرم من يقدم شيء للوطن وأنا شخصيا أفتخر بهذه التقديرات ونحن نكتب في الصحف عن أي مناسبة أو تقدير لأي إن كان شخصية سعودية أو مواطن سعودي وهذا دليل على أن الدولة تهتم بالمواطن وزي ما مثل ما قلت لك أنه هو محور وأساسه وركيزة التنمية في المملكة العربية السعودية نعم أستاذ أحمد التطلعات كبيرة للمملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها عشرين ثلاثين القصيم منطقة مهمة ورائدة في مجالات عدة برأيك كيف سيكون نتاج تلك الجهود في تحقيق تلك الرؤية؟ طبعا القصيم مثل ما تفضلت منطقة مهمة وعلى راسها الدكتور الأمير فيصل بن مشعل ونائبه الأمير فهد بن تركي أنا أعتقد أنهم يسعون لتطوير القصيم والدعم اللامحدود من القيادة العظيمة من الملك سلمان أو سمو ولي العاد ولتقديم المشاريع وأعتقد أن هذه المشاريع هي مثال على أن هناك دعم لمنطقة القصيم وجميع مناطق المملكة وأنا أعتقد أن الرؤية بدأت تتضح لنا يعني الرؤية عمرها يمكن لا يتجاوز سنتين لكن أعطتنا نتائج ومبهرة وذمار جيدة بحكم أني أنا أكتب في الاقتصاد أجد الكثير من النتائج والكثير من الحمد لله يعني التوقعات اللي كنا نتوقعها وكانوا الناس يقولون أنها حلم لكن أتوقع أنها حقيقة نعود لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ أحمد الجبير توقفنا عند نقطة رؤية المملكة عشرين ثلاثين مجال الصحة مجال مهم للغاية في جميع المجتمعات في العالم خلال الأعوام الماضية قيمة المبالغ التي صرفت على المشاريع أربعة مليارات ريال سعودي برأيك كيف ترى التركيز على هذا القطاع المهم طبعا الدولة حفظها الله وعزها الله دائما تركز على التعليم والصحة والصحة من أولويات القيادة الرشيدة اللي الاهتمام بصحة المواطن وأنا أتوقع أن هناك مدن وليس مستشفيات هناك مدن صحية وانشأت من أجل خدمة المواطن فأخي العزيز المشاريع مستمرة وسوف تستمر في دعم خدمة المواطن الصحية والعلاجية وانشاء الله نستغني عن الذهاب إلى خارج المملكة للعلاج وتكون عندنا من المستشفيات الجيدة والمتميزة نعم خلال الأعوام القادمة الكل يتطلع لمنطقة القصيم أن تكون رائدة في مجال الصناعة في مجال التنمية في مجالة عدة كيف برأيك أن نعجل من تلك الأهداف منطقة القصيم كما تعلم هي سلة الغذاء للمملكة تقريبا أنا شهادتي فيها مجروحة ولو تلاحظ مؤتمر التمور هي منطقة غنية بالنخيل والتمور وأيضا الخضروات وأيضا الفواكه ومنطقة القصيم تميز بخصوبة العرض والمياه وكثرة المياه ويبقى أننا نصنع من خاصة لو فرضنا يعني ركزنا على تصنيع التمور سوف نكون الرائد البلد الأول الرائد في صناعة التمور فأنا أعتقد إنشاء المشاريع الصناعية في القصيم خطوة جيدة وممتازة وتحسب الملك سلمان وسموه لعهد الأمين إذن ما القطاعات المهمة إذن لربما مجال التمور كما ذكرت أنه مجال مهم ويحتاج التركيز ما المجالات المهمة التي يحتاج التركيز عليها الفترة القادمة لنصل بمنطقة القصيم كما نتطلع جميعا مع خادم الحرمين الشريفين أنا متأكد أن جامعة القصيم لديها من الرؤى والأفكار في تقديم صناعات جديدة وتقنية والآن العالم يتجه إلى الصناعة التكنولوجية والطاقة المتجددة فأنا أتصور أن منطقة القصيم بلد يستوعب الصناعات للطاقة المتجددة والصناعة التقنية مثل الإلكترونيات والسيارات والطائرات وإلى آخره فأنا أعتقد أنها منطقة جذب ومنطقة شاسعة ومنطقة تتميز مثل ما ذكرت لك بإنتاج موارد لديهم موارد بشرية كبيرة فالقصيم أتصور أنه 5% من عدد سكان المملكة نعود لضيفي وظيفكم الأستاذ الكاتب الاقتصادي أحمد الجبير أستاذ أحمد كما ذكرنا قطاعات عدة ومجالات عدة تعليمية إسكان طرق بيئة مياه وكهرباء دعنا نبتدئ بالطرق الطرق لربما هي حلقة الوصل بين القصيم والمدن الأخرى لربما هناك مشاريع سابقة كانت في العوامة السابقة كمشروع القطار برأيك كيف أثمر وعزز ذلك المشروع السابق في التسريع من عجلة الاقتصاد من ناحية اتخاذ الطرق وسيلة للوصول لاقتصاد نير لمنطقة القصيم أولا خليني أعطيك فكرة أن ملوك المملكة العربية السعودية كلهم دعموا المشاريع لجميع مناطق المملكة وخاصة القصيم لكن فترة الملك سلمان حفظه الله تختلف هناك دعم كبير وعملاق وعظيم لمشاريع جديدة لم نكن نتوقعها في السابق فمسروع القطار يعني يعتبر عظيم ويعتبر جيد بالنسبة لنقل البضايع من القصيم إلى عدة ماكن أو مدن المملكة جميع مدن المملكة فأنا أتصور أن هذا المشروع يعتبر جدا كبير وعظيم وأعتقد أنه يماثل مشروع قطار خادم الحرمين الشريفين في مكة والمدينة فها مشاريع هائلة نحن ننعم في المملكة العربية السعودية بمشاريع يعني متميزة لو نظرت إلى الدول التي قريبة منها لم نلاحظ أي مشاريع لديهم إنما هناك خلافات ومشاكل لكن نحمد الله على النعمة وعلى الاستقرار وعلى هذه القيادة الرشيدة التي منحت جميع مناطق المملكة مختلف المشاريع وخاصة منطقة القصيم والتي يحظى بزيارتها الملك سلمان حفظه الله نعم الملك سلمان يحاول بقدر المستطاع أن يجعل الاستقرار حليف الشعب رأينا هناك لفته من خادم الحرمين الشريفين في إطلاق صراحة المساجين المعسرين والمديونين في القصيم وأن نلاحظ تركيز على موضوع الإسكان مقومات الحياة التي يحتاجها الشخص يحاول خادم الحرمين الشريفين تقديمها لأفراد المجتمع السعودي يعني أنا أعتقد إطلاق صراحة المعسرين هذه ظاهرة جدا ممتازة تحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله يعني لم أحد يتوقعها أنا أعتقد أنها أكثر من جيدة بالنسبة لإسكان المواطن ماذا يعني لو أعطيك مثل أنا مرة كتبت مقال قلت قراءة المواطن للميزانية المواطن ما يبحث ويشوف الأرقام ويبحث عن حياته المعيشية عن سكنه عن استقراره عن دخله الشهري فكل هذه توفرت ووفرها الملك سلمان داخل الميزانية لرغد العيش وحياة سعيدة للمواطنين ربما الإسكان والكهرباء هو الشغل الشاغل نعم المواطن السعودي الآن هذه المشاريع التي ستركز على هذا القطاعين برأيك هل ستستفيد منها جميع الفئات في المجتمع السعودي والله هناك حساب المواطن ونعتقد أن هذه من ضمن مبادرات الرؤية السعودية عشرين ثلاثين يعني شيء جميل أنك تعطي مواطن مبلغ ويكون يعني للخدمات أو غلاء الخدمات أو غلاء المعيشة يعني للكهرباء أو المياه أنا أذكر أنه في أحد المؤتمرات الصحفية سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قال أننا سوف نأخذ من الجميع يعني الفقير والمتوسط دقل والفقير والغني لكن سوف نعطي من هما يعني دخلهم ضعيف مبلغ من المال ليغض وهو حر فيه لنفرض أن كل أسرة مثلا تأخذ ألف إلى ألفين ريال مثلا في الشهر هم حر أنه يدفع الفاتور الكهرباء والمياه وغلاء مثلا الطاقة لنفرض الكهرباء قال أنه مثلا ميتين ريال والموية ميت ريال ممكن أن يصل في أي شيء يريده يعني فأنا أعتقد أن حساب المواطن يغطي مشكلة غلاء الطاقة والكهرباء والمياه نعم الكاتب الاقتصادي الأستاذ أحمد الجبير شكرا لك والتفاعلك معنا شكرا لك